أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي فتوى تحرم التصويت بورقة بيضاء في الانتخابات في حال أدى ذلك إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران ونشرت مجلة خط حزب الله التي يصدرها مكتب المرشد الإيراني سؤالا حول حكم التصويت بورقة بيضاء من دون كتابة اسم المرشح في حالة عدم قيام المقترى بالبحث والتدقيق حول المرشحين أو قيامه بالتحقيق من دون توصل إلى استنتاج والحيرة في اختيار المرشح المناسب فرد المرشد بأن التصويت بورقة بيضاء أي كان السبب في حال أدى إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران فهو محرم أوصى رئيس حزب يمينة ورئيس الحكومة الإسرائيلية المحتملة نفتالي بنيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياه بأن لا يترك وراءه أرضا محروقة وقال نفتالي بنيد أدعو نتانياه لأن يحرر الدولة لتمضي قدما يحق لمواطني إسرائيل اختيار حكومة جديدة أضاف هذه الحكومة يمينة أكثر من الحالية لا تترك وراءك أرضا محروقة